دونالد ترامب يعتذر بشأن شريط فيديو قديم سجل له كلاما بذيئا ومهينا بشأن النساء ما يمكن أن يؤثر بشكل خطير على إمكانية نجاحه في الانتخابات المقبلة لنكون نزيهين نحن نعيش في عالم حقيقي هذا ليس أكثر من عملية حرف الأنظار عن القضايا المهمة التي نواجهها اليوم نحن نفقد أعمالنا نحن أقل أمنا مما كنا عليه قبل ثماني سنوات وواشنطن محطمة بالكامل هيلاري كلينتون ورفاقها دفعوا البلاد إلى الحضيض لقد تفوهت ببعض الترهات لكن هناك فرق كبير بين الكلام والفعل صوت ترامب كان واضحا في التسجيل وهو يتحدث عن محاولته إغواء امرأة متزوجة لكن التسجيل تم في غفلة منه وقد وصف هذا الحديث بأنه دعابة غرفة خلع الملابس التسجيل ظهر في وسائل الإعلام قبل يومين من مناظرة أساسية بين دونالد ترامب والمرشح الديمقراطية هيلاري كلينتون ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع شعبيته بين الناخبات وأن يسبب باله خسائر جلدية ترجمة نانسي قنقر